السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في موضوع تبصير رؤية القميص في المنم القميص بصفة عامة ما هو تعريف القميص الذي نلبسه للصلاة للذهب الى المسجد فهو قميص طويل في الجباب القميص كذلك هو القميص الذي يلبسه الرجل او تلبسه المرأة مع اللباس الرومي او اللباس الحديث الذي يكون قميص فوق السروال او قميص مع السروال بالنسبة للرجل والقميص كذلك يؤول بقميص النوم فكذلك يسمى قميص فماذا يا ترى تعني رؤية القميص في المنم القميص بصفة عامة في حلم الرأي يدل على صلاح او فساد دين الرأي يعني على حسب القميص لذلك فرؤية بعض الرؤى تفسر على حسب الكثير من الاشياء التي تأتي في الرؤية يعني لا يمكن ان تفسر لشخص بالدين وتفسر لشخص اخر بالرزق وتفسر لشخص اخر بالحمل الى اخره بصفة عامة هنا سوف اعطي ماذا يعني قميص يعني قميص ما قلت في الرؤية يدل على صلاح او فساد دين الرأي القميص الذي يكون بدون اكمام يعني نرى في منامي ان يلبس قميصا بدون اكمام فهذه الرؤية تدل على نقص في الرزق والمعيشة خلع القميص يعني من يرى في منامي انه يخلع قميصه فهذه الرؤية تدل على ان هذا الرأي يعني يحس بالفشل في تحقيق احلامه القميص قد يدل على الخير قد يدل على السطر قد يدل على الرزق الكثير قد يدل كذلك على منزلة الرأي الكبير القميص قد يدل على الدين الرأي كلما كان واسعا وجميلا يدل على طريق الصحيح وطريق الدين الصحيحة للرأي القميص كذلك قد يكون بشارة للرأي بتحقيق احلامه وكذلك القميص قد يدل على عائلة الرجل القميص في المعنام وخاصة القميص الجديد يدل على دين الرجل لكن إن كان هذا القميص ضيق فهو ضيق في الرزق قد يدل لرجل كذلك القميص الجديد على حصوله على فرصة جديدة أو وظيفة جديدة أو عمل جديد وقميص النوم وشراء قميص النوم في المنام يدل على قدوم الخير وتحقيق أمنية للرأي من يرى في منامه أن شخصا ما يهديه قميصا فهذه الرؤية تدل له على الأخبار السعيدة ومن كان أعزبا ورأى قميصا في المنام فهذه الرؤية تؤول له بالزواج عن قريب القميص المتسخ في المنام يدل على الهموم وربما على الكرب الذي سيصيب الرأي والقميص المقلوب في المنام يدل على النفاق من أجمل الألوان التي يمكن أن يراها الرأي في منامه يلبسها في قميصه هو اللون الأبيض هو لون التوبة لون التقوى لون الصلاح دين الرأي وصلاح كل شيء في حياته لكن من يرى في منامه أنه يلبس قميصا أبيض وهذا القميص متسخ فهذه الرؤية تؤول له على أنه محاط بأصدقاء سيئون وإن غسر هذا القميص من الأوساخ فإنه سيبتعد عنهم القميص الأبيض في المنام الذي نراه مطرز وجميل فهذه الرؤية تدل على الحظ السعيد وكلما كان القميص حريرا دل على الغنى للرأي كذلك القميص الأبيض في المنام قد يدل على استقامة دين الرأي قد يدل على الوقار قد يدل على أن هذا الشخص قد تاب توبة صحيحة القميص الأبيض في المنام ولكن رؤيته يراه الرأي أنه ممزق فهذه رؤية تدل على كرب على هم سيصيب الرأي من رأى في المنام أنه يلبط قميصا أبيض لكن هذا القميص ضيق فهذه الرؤية تدل له على الدنوب على أن هذا الرأي يعني مذنب في شيء ما ويجب أن يستغفر الله ومن رأى أنه يعني يقص أو يقطع قميصا فهذه الرؤية تدل على التعرض للخداع القميص في منام العزباء القميص في منام العزباء هو من أجمل الرؤى للعزباء يدل على الخير على العفة على الطهارة على الحياء خاصة إن كان أبيض ومن رأت في منامها أنها تلبس قميصا جديدا فهذه الرؤية تشير لها إلى الزواج وكلما كان القميص جميلا واسعا هذا هو حال الزوج الذي ستتزوج به ومن رأت في منامها أنها تشير قميصا نوم وهي عزباء فهذه الرؤية تدل لها على قدوم الفرحة وعلى خطبة أو زواج سيكون على القرب القميص الأبيض للعزباء دليل لها على قدوم البشارة دليل لها على الخير لكن حذار من القميص الورد اللون فهو يدل لها على أن شخص ما يخذعها إن رأت البنت العزباء في منامها أنها تلبس قميصا ولكن لونه أخضر فهذه الرؤية تدل لها على أنها متدينة وتطيع والديها وإن شرت قميصا في المنام وبسافة عامة شراء القميص للبنت العزباء يدل على تحقيق الأحلام كيفما كانت هذه الأحلام بالنسبة للمرأة المتزوجة إنهاءت المرأة المتزوجة أن زوجها يلبس قميصا جديدا فهذه الرؤية تدل لها على الرزق الكثير الذي سيدق باب أسرتها ويدل لها كذلك على استقرار العائل كلما كان القميص أبيضا وواسعا وإن لبست المرأة المتزوجة قميصا جديدا ولم تكن قد يعني لم يكن لديها أولاد فهذه الرؤية تبشرها بالحمل عن قريب القميص بصفة عامة للمرأة المتزوجة هو زوجها والزوج هي زوجة كلما كان القميص أبيض وواسع كلما كان حال الزوج أو الزوجة حال جميل واستقرار أسري رائع القميص الأحمر في المنام هو دليل على الشهر والصيت الصيت يعني الطيب وخلع هذا القميص الأحمر في المنام يدل على أن الرئيس يفقد هذه الشهر قميص النوم الأحمر في منام المرأة المتزوجة قد يدل لها على أن زوجها يحبها حبا كبيرا القميص الأزرق يدل على الهموم والأحزان قد يدل كذلك على الشقاء لكن إن كان ممزق كان أزرقا وممزق فهذه الرؤية تدل على الفضيحة والقميص الأخضر هو من أجمل الرؤى التي تدل فقط على الدين على الطاعة على الاستقامة على البركة وعلى الرزق لأرأي هذا كل ما يدور حول تبسير رؤية القميص في المنام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته